هالو مايكيدس وولكم ان يو ابسود في البرجرام The Secret of Excellence اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجكو سر التفوق احنا كنا بدأنا قبل كده اللي هو الالفابت اللي هي الحروف الهجائية واخدنا لغاية حرف الاف واخدنا ازاي الحرف بيت نطي واخدنا بعض الكلمات عليه والنيو اكسبريشنز زي what color is it خدنا اللي هي الالوان اللي هي concerning the colors اللي هي البيكتر من اصفها ازاي what is this with this is اللي هو هذا او هذه او that is وطبعا خدنا اللي هو اي حاجة بتاخد اللي هي singular بتاخد is واخدنا الfold colors كلها الالوان concerning the letters and concerning the pictures يعني بخصوص الصورة والحرف واللون النهاردة ان شاء الله we are going to complete انشا هنكمل اللي هي الالفابت الحروف اللي احنا خدناها من اول ما بدأنا حرف ال-a وال-b وال-c وال-d وال-e وال-f واخدنا بعض الحروف واخدنا الارتكل اللي هي a وan اللي هو ال-a وال-an وامتا بحط a اللي هو قبل اي كلمة بتبتدي بحرف consonant يعني اي حرف consonant لو حرف second اي حرف غير five vowels غير الحروف اللي هي الخمسة المتحركة اللي احنا عارفينهم اللي هي a-e-i-o-u والارتكل an اللي هو an زي خدنا an apple وan ostrich وan artycock اللي هي اي حرف بيبتدي باللي هو ال-five vowels اللي هي الا وال-e وال-i وال-o وال-u خدنا كل ده في اللي هي قبل كده في الفاني انجليش النهاردة ان شاء الله هنكمل اللي هو الحرف g اول حاجة حرف g زي ما احنا شايفين حرف g اللي هو capital و small حرف g بيبتدي طبعا اللي هو بينطق ايه بينطق g أو j على حسب الحرف اللي بعده دايما في المجورتي في الاغلبية اللي هو لو جيه بعضه حرف اللي هو حرف ساكن بيتنطق اللي هو g او احيانا لو حرف ساكن وبعده حرف متحرك حرف متحرك وبعده حرف ساكن بيتنطق برضه g زي girl و زي زي g rough لكن لو جيه بعضه برضه بعد اللي هو حرف ساكن زي grab grab بيتنطق حرف الجه جه جه يبقى احيانا حرف g لو بعده حرف ساكن اللي هو بعده حرف متحرك او بعده حرف متحرك what is this لو انا قلت what is this ايه ده اللي هو grass خدنا expression على بعض واسمه what is this what is this اللي هو مع هذا لو قلتلك what is this هقول it is grass خدنا طبعا اللي هو البروناوين ايت بتقل على اي حاجة مش understanding اي حاجة مش بتفهم وتكون singular مفرد فعشان كده بقول معاها ايتيز لو انا قلتلك ايه ديت give me او give me a word اعزائي اطفالي لو انا طلبت من اي كيد اللي هو يقولي كلمة بتبتدي بحرف g زي ايه grass وgrass طبعا احنا منشوفه فين في ال garden ال grass اللي هو العجب او الحشائش منشوفها فين where can you see it انت بتشوفها فين in the garden يعني in the garden يعني في الحديقة يبقى اخدنا كلمتين دلوقتي begin with j we بتنتق g زي ايه خدنا دلوقتي اللي هو garden garden لو بعدها حرف متحرك وبعدين حرف ساكن بتتنتق g زي garden وفيه طبعا اللي هي grass لو بعديها حرف ساكن على طول بتتنتق g زي ايه قلنا grass where can you see grass يعني انت بتشوف ال grass فين ال grass اللي هو الحشائش او العجب العجب بشوفه in the garden يعني in the garden في الحديقة garden يبقى begin with me say and pronounce well يعني انت كويس g garden تب حد هيقول لي ليه نطقناها هنا ما هي انت لسه قيلانة g لكن هي بتتنتق g احنا يسا قيلين هو بتتنتق g or g زي ايه garden 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 اللي هي حديقة جي بعدها حرف متحرك ايه الحرف المتحرك اللي احنا زي ما نقول اسمها الحروف الشائية ايه الحروف الشائية اللي هي بتغير نطق الحرف خالص بتغير نطقه عشان لو هو مرتبط بعضه بحرف ساكن يعني حرف ساكن اي حرف غير ال a وال a وال i وال o وال u نشوف grass grass what color is it لونه ايه what color is it لونه ايه it is green it is green يبقى ثلاث حاجات خدناهم بتبجين with g بتتنتق بال g لكن بيتنتقه g زي ايه grass what color is it اللون بتاعه اسمه ايه green green عشان مجيب بعدها حرف ساكن فعشان كده نطقناها g g not g يبقى ثلاث حاجات على كلمة grass بس grass it is بتعامل معاملة المفرد يعني معاملة المفرد يعني singular حاجة واحدة اي حاجة ما عرفش عدها يعني ما ينفعش عدها من one two one hundred i can't i can't count it ما قدرش عدها زي grass بابتعامل معاها كمعاملة singular يعني singular المفرد فعشان كده بقول عليها it is it is grass it is grass وgrass begin with g وتنتقل g ما قلناش grass قلنا grass عشان بعديها حرف ساكن الساكن اللي هو حرف الر بعديها ادي زي ما احنا شايفين g بعدها الر والر ده حرف ساكن يعني اي حرف غير a وال e وال i وال o وال u بنسميه حرف ساكن لكن اي حرف من five اللي احنا قلنا ده بيغير النطق طب الجراس الجراس ده هو انا سألت وقلت what color is it لونه ايه احنا خدنا قبل كده وتعودنا على السؤال اسم what color is it واحنا دايما مناخد في مرحلة kindergarten اللي هي مناخد حاجة oral يعني oral شافه بتشاور لك دلوقتي على البكتر ديت وبقول لك what is this يعني ايه ديت هتقول it is grass طب what color is it يعني لونها ايه هتقول it is green طب where can you see it انت بتشوفها فين in the garden اوكاي ناخد حاجة تانية بجنو الجي زي ما احنا شايفين اللي هو ايه ده اللي عندي ده ده نوع من انواع ايه احنا خدناه قبل كده خدنا الحروف او الكينات او الحاجات اللي حوالينا بتنقسم الى اللي هو animal animal حيوان وفروت فاكهة واللي هي ايه حاجة اللي هي مش بتفهم اللي هي احنا اخدناها قبل كده اللي بنقول عليها it is والهيومان بينز او الهي البيبل اللي هو الناس فقونا grape grape ده ايه ده it is fruit it is fruit يعني fruit اللي هي الفاكهة لو قلتلك is it is it animal هي animal animal حيوان هتقولي no it isn't it is a fruit اوكي طيب what is this idiot it is grape grape احيانا نحط له الاس وممكن ما نحط لهوش الاس ممكن نقول grape or grapes grape اللي هو العناب او grapes ساعت نحط الاس واللاتنين اللي هو حاجة واحدة لنفس الصورة نفس picture نقولك give me a word begin with begins with g بيبتدي بالg هتقول grape or grapes طيب is it ال grape ده is it a fruit or an animal هي fruit فاكهة احنا خدنا قبل كده fruit يعني فاكهة وانيمال حيوان وخدنا انامال زي كال زي دوك زي اللي هو الارتوكوت كل حاجات ديت الارتوكوت ديت في فيجيطابولز ديت حاجات اللي هي موجودة حوالينا زي الانيمال زي فيجيطابولز زي اللي هي الانساكس زي الفاكهة دي كلها حاجات موجودة حوالينا فايه ده ده اسمه it is a fruit يعني fruit اللي هي فاكهة طيب what color زي ما احنا شايفين اللي هو grapes او الgarab العنب هو color بتاعه لونه ايه طبعا احنا عارفين اللي هو it is dark red يعني dark red يعني احمر غامق احنا خادنا قبل كده light وال light يعني فاتح والdark يعني غامق طيب هو دايما العنب بيكون لي كذا لون بيكون green اخضر green برضو بتبتدي بحرف g زي ما اخدناها مع grass وبرضو بيكون الصورة اللي قدامي ده اسمها dark red يعني dark red يعني احمر غامق يبب what color is it اللونها ايه حتقول it is dark red او لو انت مش عارف تكتب dark يعني غامق او مش عارف تقوله حتقول it is red على طول يبب grab grab سي ما احنا شايفين لسه نطقناها g g not g عشان بعد g في حرف r وحرف r ده حرف consonant يعني consonant حرف second حرف second دايما بيكون ضعيف بيكون ضعيف جدا في النقط ما فيش حاجة بتعمله حساب لكن الحرف اللي هو الشائل اللي احنا قلنا عليه هو الفاول دايما اي addition اي اضافة بتعمله حساب عشان كده احنا قلنا في بعض زي girl جيراف زي جيراف بعد الحرف i حرف ساكن حرف متحرك عشان كده حناخدها دلوقتي on g لكن r ده حرف consonant ضعيف يعني ساكن ضعيف بيغير النط بتاع الحرف بيغير النط الحرف الاساسي بتاعه زي احنا عارفين اسمها g لكن تنتق ج اج فج بعدها حرف ساكن اي حرف غير الفايف اللي احنا قلناها فاحنا شايفين خرف r on grab a e i o u فعشان كده نطقناها g not j وبعد الر ده حرف متحرك زي g r a شايفين grab بعد g شوف بعدها حرف r دور مش من الفايف اللي احنا عارفين هم وبعدها حرف منهم فعشان كده قلت اي alt g not j grab grab اوكي يبقى what color is it يبقى it is red وطبعا على حسب البكتر الموجودة عندي لو هو green هنقول it is green اوكي طب is it a fruit يعني هي فكهة هتقول لي yes it is طب لو سألت على نفس البكتر ديت is it an animal هي حيوان هتقول لي no it isn't طيب do you like انت بتحب خدنا expression جديد اللي هو do you like هل تحب do you like grape or grapes انت بتحب ال grape or grapes هتقول لي yes i do yes i do او تقول لي sure yes i like ثلاث ثلاث expressions او ثلاث three answers بتنفع على نفس السؤال ده يبقى الصورة احنا مناخد الكلار بتاعها وناخد نطقها الحرف وناخد الكلمة اللي هو give me a word that begins with G بتبتد بالحرف G or G و do you like do you like يعني هل تحب وطبعا مناخد article اللي هو حرف حسب اللي هو نقول قبلها a or an وطبعا انا بقول معاه i like لو انا بحب الفروت فطبعا الفروت كلها احنا منحبها fruits الفكرة فعشان كده بقول i like fruit i like grapes اوكي طبعا ما ينفعش اقول i like grass ما بحبش العجب العجب عشان انا i can't i can't eat it ما ينفعش اكلها فعشان كده انا بقول على الحاجة اللي انا بفهمها هو خاصة بينا concerning with people اللي هي خاصة بالانسان او human beings اللي هو الكائن الحي اللي زينا الانسان اللي بتكلف عشان كده بقول i like grape i like grape ناخد كلمة تانية begin with g زي ما احنا شايفين دلوقتي دي حرف g بس اختلف النطق بتاعه خالص احنا يسا واخدين grass ولسا واخدين grape بيتنطق بحرف نفس g بس بيتنطق g نطجة فهنا موجود giraffe كلنا عارفين اللي هي giraffe دي اول ما نشوفها حفظناها في kindergarten ومسألت لنا اسمها giraffe تب لينا طائناها giraffe عشان زي ما احنا شايفين لو حدي شايف بعد الحرف g بعد الحرف g في اي idea i دي من حروف الشيئية اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتغير نطق الحرف او بتخلي الحرف اللي هو نطق الاساسي بتاعه اللي هو � ia او u اللي هي الحروف الشيئية اللي احنا بنسمها vowels يعني الحروف الشيئية اللي بتخلي نطق الحرف دول بيغير نطقه وبيغير الراتق بتاعه بيغير حاجات كثير فيه فعشان كده احنا منسميها شائية عشان كده قلنا اسمها ايه جي راف نطقناها جي نوت جا زي زي مثلا اللي هي غريبس ولا اللي هي عشان بعديها برضو ايه كمان عشان بعديها حرف سكن بعديها حرف سكن قلنا جي راف بعد الاي في حرف سكن خرف من الحروف السكنة فعشان كده قلنا جي راف طب الجراف دي begin with A begins with A بتبتدر بحرف g T ولا T ولا D ولا A ولا G طبعا الجي جراف begins with G طيب Dية is Zitan animal هي حيوان لو احنا بصيني على دي كده وقلت is Zitan animal هي حيوان هتقول لي يا سيتيز واخنا عرفنا طبعا لكلمة animal يعني حيوان الحيوان اي حيوان بيبقى مثلا misunderstand يعني مش بيفهم فعشان كده قلنا عليه حنقول عليه دلوقتي it is it is a giraffe وقلنا قبلها a حرف a عشان g حرف ساكن واللي احنا لسه قيلين اللي هي الحروف اللي هي الشائية الزوالس the a with e with i with o with u بيتحط قبلها an لكن اي حاجة اي كلمة بتبتدي بحرف غير ده بحط قبلها a يبقى it is a giraffe طيب is it an animal? yes it is طب دو you like giraffe? انت بتحب الجراف? yes i like or yes i do يبقى الاتنين احنا دايما نختصرها ونقول yes i do yes i do يعني ايوا بحبه where can you see it? انت بتشوفها فين where where يعني اين where can you see it? انت بتشوفها فين at the zoo at the zoo or in the garden at the zoo or in the garden يبقى ok what is this? give me a word that begins with g give me a word يديني كلمة begins with g and pronounce g بتتنتق g not j g زي اي? زي grass زي grape not g زي giraffe انا بقول pronounce يعني pronounce يعني بتنتق بتنتق اي g زي اي? زي grass خدنا grass زي grape طيب give me a word يديني كلمة begins with begins with g and pronounce g بطنتق جه زي اي? جيراف جيراف طيب what kind of it? نعها ايه it is a fruit well is it a fruit or vegetable or an animal طبعا هقول عليها an animal يعني an animal يعني حيوان do you like giraffe انت بتحب الجيراف yes i like او yes i like it او yes i do طب what color is the giraffe look at the picture and say it's the color قول لي اللون بصة ع الصورة وقول لي اللون what color is it الجيراف اللونها ايه سيما احنا عارفين it is brown it is brown and yellow اللي هو اللونها بني في اصفر او ساعة برضو بتكون اللونها black and yellow يبقى نشوف طب الصورة دي قدامي عندي ايه بصة ع الصورة وانت توصفها يعني توصفها تقول لي express يعني express او describe describe يعني وصفها describe the photo او describe the picture يعني وصف للصورة دي ايه انا دلوقتي انا في المرحلة الكندرغارتين انا في الكيجي معاكم دلوقتي فحوصف الصورة دي ايه هقول جيراف جراف جراف يعني يعني ايه زرافة باللغة العربية اسمها زرافة زرافة حيوان يبقى جيراف it is a giraffe it is brown and yellow it is brown and yellow i like it i like it i can see it ومنقدر نشوفها يبقى i can see it at the zoo at the zoo يعني في حديقة الحيوان يبقى بتنطق ايه جي نوت جا عشان جيبه بعدها ايه حرف متحرك ايه حرف متحرك ايه حرفة من اللي احنا قلناهم ا او اي او اي او 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 يو وبعد الحرف ده حرف ساكن يعني اي حرف غيرهم زي ايه زي ما احنا شايفين ال i بعديها ال r ال r ده مش منهم فعشان كده احنا نطقناها جي ناخد حكة تانية begin with g زي ايه girl girl يعني بنوتة اوكي girl girl اوكي girl دي طبعا اقول عليها she 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 is a girl هي بنوتة احنا عارفين girl يعني بنت وطبعا لو انا سألتك دي ما نقلش عليها خلاص خالص ايت منقول عليها she نقول عليها she she نرجع تاني لالبرونانس اللي هي البرونانس للضماير ما نقولش طبعا على دي ايت منقول عليها she يعني she هي للعاقل ما نقلش عليها it هي هو او هي بس الغير العاقل يعني غير العاقل اي حاجة حوالينها زي laptop زي table زي اي حاجة مش بتفهم ممكن نقول عليها animals كلها اي حاجة تكون singular مفرد فنقول عليها it it is زي ما قلنا it is a giraffe it is a grape it is grass اوكي لكن the girl بنت زي اي بنت هدقل عليها she عشان حاجة بتفهم ومؤنس يعني مؤنس يعني بنت فبقول عليها she طب بنت واحدة فبقول علي معها اي بتاخد حاجة اسمها is زي قلنا it is اي حاجة تتعود اي حاجة مفرد في الدنيا بتاخد is like زي it is زي اي كمان لسه واخدنا حالا اللي هي she is وخذنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت هي هي للبوي للانسان العاقل اللي زي انا زي زي الولد بس كل الولد بس زي father father brother uncle grandpa اللي هو يعني الاب والاخ والجد دي كل لا بقول عليها هي لكن البنت زي زي اختي زي مامتي زي تيت زي بنت اي حاجة بنت بقول عليها بس تكون عاقل يعني عاقل زي انا كده عشان كده بقول عليها she فهنا الgirl قلت عليها she ومفرد حاجة واحدة فعشان كده قلت معاها she is a girl she is a girl طيب what color is her dress اللون بتاع الفستان بتاعها ايه انها شايفينه فيه big heart القلبي كبير القلبي ده لونه pink طيب color بتاع dress dress الفستان اللي هي لابسها what color is it هنقول it is blue it is blue اللي هو اللون بتاع الفستان بتاعها it is blue ناخد حاجة تانية ايه ديت دي النظارة النظارة اللي انا بلبسها عشان ما يكون نظر ضعيف شوية أو pa أو dad اللي بلبسها عشان القرية عشان اشوف كويس اسمها glasses glasses not glasses اسمها glasses يلا نبص معنا g بعدها l اللي ده حرف second اي حرف غير five اللي انا قلناه وبعد دي حرف متحرك اللي هو الحرف من five ده عشان كده قلنا glasses اللي هي النظارة الطبية طيب هنا ليه ما قلناش على glass لاني لو glass لو اللي باشرف الور المية او juice دي اسمها glass لغاية ال double s ديت اسمها glass glass اللي هي الكوباية طب ليه انا ضفتلها es ما انا عارف اللي في حاجة اسمها بحط لها دايما الحاجة عشان اخليها كتير فحط لها s في الاخر ليه حطينا هنا es عشان اخر s اضافة نكتب مع بعض ونخلي اللي مامي تكتب اللي هو double s عشان خاطر اي كلمة بتبتيه بال double s عشان خاطر نجمعها لازم احط لها es والنظارة طبعا ماينفعش البس عدسة واحدة يعني نص منها بس part واحد زي اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت زي shoes وزي trousers shoes اللي هو الحزاء او trousers البنطلون او jeans فحاجة ما بتتلبس واحدة بتتلبس اتنين فعشان كده انا بقول معاها اللي هي بتاخد they are ودايما نحط لها في الاخر s يبقى الغلاس begins with g بتبتي بجي but but pronounce لكن بتنطق اللي هي جاه جاه لي عشان جاه بعدها حرف second وبعد الحرف second ده حرف متحرك مش مش استنى وبص على الحرف اللي بعديه لا لأ حرف متحرك فعشان كده قلنا glasses give me a word اديني كلمة begin with g and pronounce g زي a zai grab zai girl zai a كمان grass zai glasses glasses يبقى glasses اللي هي النظرة الطبية ودايما تعامل معاملة الجامعة الجامعة منقول عليها they are they are glasses اوكاي نشوف حاجة تانية ندخل على الحرف تاني خالص اسمه ال H مش ال H ما فيش حد يقول لي اسمه H دي لا اسمها H H اللي هو حرف ال H زي ما احنا شايفين زي باخدناها اكيد في ال kindergyarten بيقول H house mansel اللي هو زي house اللي هو المانزل هم دجاجة بس ال H اسمه H وبيتنطق حرف ال A ه ه في العرب بيساوي كلمة ه اوكاي على حسب الاضافة اللي قبل لو جي قبله حرفه او بعضه حرفه بتغير لكن احنا زي ناخدها بقى واحدة واحدة ال H بيتنطق ه ه يعني ه اللي هو حرف ال H في العرب ناخد اول كلمة زي ما احنا شايفين اللي هو طبعا ده الكبير ده العصايتين الوقفين دول وطبعا مغلقين closed دي اسمها ال H capital لكن اللي هي ديت وان وطبعا نزل منها اللي هي ال H small يلا نشوف اول كلمة ايه ده ده احنا طبعا في السمر في السمر اللي هو الصيف والcantelope ده موجود بشوفه دايما من الفروت ودايما بشوفه بغضو على طول ممكن من الفروت وممكن من ايه كمان من الخضروات فاسمه hanedoo hanedoo اللي هو ال cantelope والcantelope ده من الفروت الفروت اللي هي الفكهة اقولك give me a word ديني كلمة ثاني بس honey لغاية ال y ديت يعني العسل العسل اللي هي بتدينا منه ايه حد يفتكر معايا وديني كلمة كنا اخدناها قبل كده حاجة بتدينا العسل begin with b بتبتدي بحرف ال b زي b ال b ال b كان gives us بتدينا ايه بتدينا honey ال honey اللي هو العسل begin with h بيبتدي بحرف ال h وال h ده بينطق ايه ها بينطق حرف على طول بينطق ها ها يعني حرف ال h نقول لك give me a word تديني كلمة begin with ha او مش ها طبعا begin with h اللي هو ال h اللي حتقول لي طبعا honey ها ها اللي هو العسل طيب خدنا قبل كده an insect يعني insect خدنا قبل كده اللي هي حشرة gives us بتدينا ال honey يعني honey العسل كانت اسمها b b النحلة وال b دي تقيدي زي an insect يعني اللي هي حشرة وكانت gives us honey بتدينا العسل وطبعا من it can fly يعني it can fly بتقدر تطير خدنا قبل كده يبقى النحلة begin with b تبتدي بال b gives us honey و honey begin with h وطبعا ال b can fly يبقى فيه كلمة جديدة اللي هي honey do اللي هو ال can'taloupe او الحاجة من الفكهة طبعا it is ممكن نقول عليها it is a fruit او it is a fruit طبعا رسي بتنفع فيه ال اتنين فيه كمان اهوت اللي احنا لسه شايفين اللي هو honey honey العسل العسل ده healthy يعني healthy يا ميس يعني صحي دايما احنا مناخد مناخل العسل ده عشان يدينا power يعني power بيدينا power يعني قوة او طاقة فاسمه honey ال honey ده ولسه ايلينه حالا طبعا اللي هي the b gives us honey طيب لو انا قلتلك دلوقتي give me a word begins with h بتبتدي بحرف h هتقول لي h honey h honey اوكي في حاجة كمان ايه ده لسه شايفين وخد يفتكر معانا اللي هو القلب القلب بتاعنا القلب بتاعنا اللي هو ده مصدر الحياة بتاعتنا اسمه heart heart اللي هو القلب القلب او اي حاجة على شكل قلب اللي احنا خدناها دلوقتي في dress بتاع الجير اسمه heart heart بيبتدي بحرف ال H يبقى H خدنا honey وhoney do we heard طيب حط يقول لي انا بعيش في ايه اصلا احنا احنا منعيش في ايه منعيش في house house يعني في منزل house lower منزل ناخد حاجة تانية ايه ده اكيد احنا كلنا شفناه قبل كده طيب where did you see it انتا شفتوا فين الحاجة او الكائن اللي احنا شايفينه ده احنا شفناه قبل كده where can you see it بتشوفوا فين at the zoo يعني at the zoo في حضيقة الحيوان يبقى at the zoo طب is it an animal هي animal yes it is طب is it a flower هي وردة اللي قدام يديك طبعا هنقول no it isn't طيب بيجين وزي بتبتد بحرف ال a H H hypo hypo او hypotonomous يبقى لا حاجة بس احنا مناختصارها اسمها hypo هي اسمها hypotonomous اللي هو الhypo حيوان اللي هو سيد اشتا وموجود at the zoo فانا بسميه احنا مناختصره ونقوله عليه hypo hypo اللي هو سيد اشتا طب وين يعني سيت بتشوفوا فين at the zoo طب بيجين وز a بيبتدي بحرف a l grey اوكي يبقى what is this idiot it is anonimal حد ممكن يقولي it is anonimal يعني anonimal يعني حيوان طيب it is grey يعني الانو grey طيب i like it انا بحبها انا بحب ده طيب what is this يسمو ايه it is a hypo hypo يعني اللي هو سيد اشتا وبيبتدي بحرف a l طيب قبل ما ندخل على حاجة تانية احنا يسا قلين with h بتبتدي بحرف h اخدنا كلمة honey وفيه كلمة كمان اللي هي انا بعيش فين بعيش في حاجة مكان اسمه house طيب وفيه كلمة ايه كمان hypo hypo يعني حيوان حيوان اللي هو سيد اشتا نشوف على حاجة تانية زي ما احنا شايفين ايه ده i like it انا مصفاتنا اللي بحب بالحيوان ده جدا اسمه ايه ده حد يقول اسمه حصان طب الحصان ده بالانجليش اسمه ايه horse طب بيبتدي بحرف ال a h طب ال h بتنتق ايه حد يقول اسمها horse no اسمها horse horse يبقى h بتبتدي اللي هي بتنتق h اللي هي house h اللي هو honey h اللي هو خدنا honey do اللي هو الحصان طيب الحصان ده لو انا سألتك what color is it لونه ايه زي ما انتو شايفين لو هم بص الصورة نبص في الصورة and describe يعني describe انو بوصفها it is brown يعني it is brown لونها لونها ايه brown brown يعني بني طيب it can fly is it is can it fly يعني can it fly بتقدر تطير الخيوان ده بيتير no it can't لأ طيب it has got يعني عنده four legs اربع رجول it has got four legs it can run يعني run بتجري خدناها قبل كده run very fast يعني يجري بسرعة خدناها مع كلمة دير دير يعني غزال والغزال طبعا can run very fast بيجري بسرعة جدا قدامي ده اللي هو الهورس اللي هو الحصان can fly no طبعا ما بيطرش يبقى can run very fast طب بيجين وزاي بيبتد بحرف اله اله اللي هو ه بننطق ه اسمها horse يبقى h horse طب what color is it لونه it is brown طب وير كان يصي it بتشوفوا فين at zazu at zazu اوكي نشوف ايه كمان ندخل على حرف جديد خالص اللي هو حرف i زي ما احنا شارفين حرف جديد اسمه حرف i i ده ليه كذا ليه مشكلة ده الواحد وبينطق كذا حاجة يبقى i ده مختلف حرف تاني غير الحروف اللي احنا خدناها انا خدنا خرف g بينطق جه او جه وانا امتا بينطق جه وامتا بينطق جه وخدنا الh الh اللي هو معروف من غير كلام اللي هو الh اللي بتنطق ه زي horse زي honey اوكي زي hand زي house دي كلها h حرف i الi لو جي في الاول بتنطق i اوكي يعني زي ice cream اوكي لكن لو جي في النص حاجة اسمها اوكي لكن وفيه كمان long long يعني طويل يعني انا بنطقه برضو اللي هو i نشوف حاجة ناخد الاول كلمات begins with i زي اي هادي اي نقوله مع بعض اي هادي i capital اي اللي عليها اللي هي شرطة من فوق وشرطة من تحت دي اسمها i capital لكن اللي عليها اللي هي fall stop من فوق اسمها i small يلا ناخد كلمة دي اسمها long i يعني long i يعني long i اللي بتقوللي عليها دي يعني بتنطق i اسمها i كده يعني زي ice هنا في ice انا انا اطاها i قلت ice طب ice ده اي حد يقوللي اي ده ده تلج تلج ده يعني اس ice ice اللي هو التلج التلج بشوفه فين او ما تلاقي حاجة تلج جدا او برد جدا نقول علاء ice ice يعني تلج يبق i ice نقوللي give me a word begins with i يديني كلمة بتبتدي بحرف i زي اي ice طب في حاجة انا بحبها جدا جدا في الصيف وجميلة جدا من الدزيرت من الحلوة من اكلها ممكن على طول وروح بشتريها من السوبر ماركت اسمها ice cream yes نشوف ايه كمان ادي زي ما احنا شايفين اي دي i like it so much انا بحبها جدا اي ديت اسمها ice cream اسمها ice cream اسمها ice cream ice cream اللي هو ice cream اللي احنا بنكله اللي هو الحاجة بتكون ice يعني cold يعني يمتلك اللي هو ice cream ده حاجة حلوة حاجة حلوة يعني ايه لو قلتلك sweet او sweet او salty طبعا حتقوللي اللي هي sweet sweet يعني ملحلوة يبالصورة دي خدنا خليها كذا حاجة بتبتدي بحرف i it is cold يعني cold يعني برد ايه كمان اللي هي i can buy it بشتريها from the supermarket من السوبر ماركت ايه كمان اللي هي قلنا اللي هي مثلا begin with a بتبتدي بحرف i يبقى i ice cream يبقى i اسمها long i long i يعني بتنطق i ice cream what else نشوف هو جايبني ايه هنا بقى اسمها short انت لسه قيلالي في حاجة اسمها long وحاجة اسمها short طبعا انا عرفها منين يا miss انا عرف ها ازاي دي بتنطق بسرعة يعني حسب الكلمة انت بقى بيجي من listening الاي بقى ملهاش قاعدة بقى حسب السمع بتاعي اي ice اي ice cream اوكي لكن في حاجة يقولنا long اللي بتنطق i اي كده زي ice اي ice كده نطقت i زي kite kite جات في النص kite اللي هي الطيارة الورقية اللي احنا بنلعب بيها في bike bike اللي هي العجلة الدراجة اللي انا بلعب بيها برضو قلت bike دي long long عشان بتنطق i لكن في حاجة اسمها شرط بتتخطف خالص زي قلت iron اوكي زي ما احنا شايفين ده اي ده ديت مكوى المكوى دي يخدي يقول لي مامي عايزين نشاور عليها بقى ونتكلم في البيت نقول لي مامي اسمها اي iron 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 اللي هي ما قلتش iron iron اللي هو المكوى او يكوي او الحديد الحديد الحاجة بتصنع من حديد نقول عليها iron اوكي وفيه اللي هي يكوي يعني مامي مثلا بتكوي بتكوي الكلاس بتاعتنا نقول مام كان iron اي اي دي اسمها شرط شرط تنطقت بسرعة ما قلتش زي ice cream ولا قلت ice اي 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 فعشان كده نطقت بسرعة تنطقت بسرعة فعشان كده قلت عليها شرط يعني شرط يعني بتنطقت بسرعة خفيفة فيه انت ما تكبر هتاخدها اكتر اما في اللي سننج وحنقولك هي بتنطقت ازاي لكن في المرحلة كيندر جيرتر المرحلة الحضانة انت فيها تسمعها تسمعها وتقولها زي iron اوكي زي ice cream لو قلت ice cream ice cream ice kite bike دي اسمها lung لكن شرط اسمها اي زي iron iron يعني ايه يعني المكوى او ويكوي او الحديد الحديد الحاجة مصنوعة من الحديد زي العجلة بتاعتك اكيد في العجلة الكبيرة ديت اللي هي bike bike دي long مصنوعة من iron iron الiron اللي هو الحديد دي long ودي short اوكي نشوف ايه كمان ink 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 ده برضو short short عشان نقطع بسرعة مقولتش i ink قلت ink اوكي ink ده يعني ايه كلمة ink دي miss اللي هو الحبر الحبر اللي موجود الحاجة الزرقة اللي موجودة في pan في القلم اللي انا بكتب بيها ديت القلم ما قولك blue pan يعني قلم ازرق القلم الازرق او الجاف اللي انت بتكتب بيه ده جوه حاجة اسمها ink حاجة اسمها ink يعني ink اللي هي الحبر يبقى what is this لو انا سألتك قدام الصورة دي دلوقتي قل لك what is this يعني ايه ده هتقول لي it is ink ink يعني يعني ايه ink اللي هو الحبر طب الحبر دي بتبتدي بحرف ال-A حد حيقول لي ما هي نطقها نفسه نطق ال-A ما هي E ما انت قيلالي قبل كده ال-A ديت بطونتك كسرة برضو ما ink ممكن اكتبها E لأ ديت لها نطقها وده على حسب السمع والتعود بتاعك قلت ink ink يعني حبر طب الحبر ده لو انا سألتك what color is it لونها ايه هتقول لي it is blue يعني blue اللي احنا اخدناها قبل كده من colors اللي هي اللي هي الالوان طب طبعا انا مش هقول عليك do you like ink مش فين طب احنا مش مناكل ال-Ink ده خالص I can't eat it ما قدرش اكلها اوكي I can write مقدر نكتب write يعني write يكتب visit يلا نشوف هو جايب لي ايه كمان ايجوانا حاجة جديدة عندي اسمها ايجوانا زي chamelon ايه chamelon ايه الحاجة الكائن الغريب اللي قدامي ده حد يعرف حاجة اسمها الحرباء الحرباء حاجة بتغير لونها changes hair color every time بتغير لونها كل شوية كائن بيكون دايما موجود عايش على on the tree على الشجرة بيغير لونه اسمها لا اسمين لا اسمها ايجوانا واسمها كمان chamelon challenge اللي هي الحرباء طب begin with a بتبتدي بحرف الاي not e لو انا قلتلك give me a word يديني كلمة begin with i بتبتدي بحرف الاي زي ice ice cream ink iron ايجوانا ده كلها كلمات بتبتدي بحرف الاي عايزين كلنا نحفظها نحفظها بنطقها كويس ونحفظها بالكتابة بالرأي بالكتابة بتاعتنا والكتابة دي انا بكتبها بحاجة بتبتدي بحرف الاي برضو بالإنك انا بكتب بالحبر الحبر ده بيكون موجود في الاي في البان البان اللي هو القلم والقلم بيبتدي بالبي والإنك بيبتدي بحرف الاي واسمها short i يعني short i اللي احنا نطقناها بسرعة زي ايجوانا ink اوكاي دي اسمها حرف زي iron iron هو حديد او يكوي اوكاي لكن long يعني long بتنطق i اسمها زي ice cream زي ايه كمان ice زي kite قلنا kite زي bike نرجع نشوف ديت ونشوف هي قلت عليها هنسأل عليها الاكسبريشن اللي احنا اخدناها قبل كده قلتلك ايه زيت ايه زيت an animal or a fish ولا سمكة هتقول it is an animal يعني حيوان اوكاي طيب هقول ايه where can you see it بتشوف ها فين in the garden او in the zoo اوكاي بتكون موجودة في zoo طبعا ديت تكون dangerous يعني dangerous خطيرة اوكاي نشوف حاجة تانية حرف جديد خالص اسم j j اللي هو حرف j هو قريب من نط g شوية لكن اسم j not g ما فيش حد يقول اسم j ايه ايه j دا يميس اسم j j اللي هو حرف j j دا بينطق j زي j هناخد عليها الكلمات دلوقتي زي ما احنا شايفين الحاجة اللي هو عامل زي العصايا كده العصايا جد اللي هو بيمشي بيها باسمها j واللي عليها نقطة دي j small اوكاي نشوف هو جايب لي ايه في حاجة انا بحبها جدا جدا اسمها ايه juice juice اوكاي juice juice اللي هي العصير العصير اي عصير اي حاجة اسمه juice طيب لكن لو انا عايزة اوصف العصير دا بالحاجة عايزة اقول عصير برتقان عصير مانجا اجيب اسم الحاجة قبله يبقى كلمة j j بقى ديني الكلمة بتبتدي بال j نقط j j j قول معايا j j اللي هو حرف j بيونطق j عادي ما يتنطقش خلص j هو نطقه على طول j لكن احنا خدنا j بتتنتق j او ايه او j لكن j على طول j هو اسمه j وبقى اتنتق j زي ايه juice juice اللي هو العصير i can drink juice بقدر اشرب ايه juice اوكاي i like juice انا بحب juice طب لو انا عايزة اوصف الحاجة انا اللي قدامي دلوقتي دا عصير برتقال برتقال دا اسم الحاجة اسم الفاكهة ديت وبعدين كلمة juice جنبها زي ايه حد يقولي البرتقال دا اسمه ايه اسمه orange اوكاي يبقى orange juice orange juice طب لو انا غيرت الصورة ديت وحطيت mango مثلا اقول mango juice طب لو حطيت عصير طفاح apple juice يبقى لو انا عايزة اقول قبلها الحاجة بتاعتها او عايزة اقول عصير طفاح عصير mango عصير جواف اقول اسم الفاكهة قبل كلمة juice اسم الفاكهة اللي احنا طبعا عارفين الفاكهة اخدناها اكيد الفاكهة زي ايه زي المانجو زي البيتش زي الجريب خدنا من شوية جريب عصير اللي هو العنب خدنا من شوية حاجة بتبتدي بحرف الجا الجا زي جريب عصير عنب بجاي جوس في ايه كمان حاجة جميلة جدا اسمها جالي جالي زي ما احنا شايفين هو شكله نايس خالص الصورة اللي قدامي ديك لو قلتلك what can you see انت شايف ايه تقول لي جالي جالي I can see جالي الجالي ده من ايه بقى حد يقول لي من الفاكهة من الفروت ولا من الفاكهة ولا من الانساكت ولا من ايه بتزبط دي اسمها سويت سويتس يعني الحلوة وخدنا حاجة من شوية من الخلوة نضيفها علينا اللي هي الايس كريم الايس كريم it is a desert يعني ديزرت حاجة تسمعها كده يعني حاجة بقولها تكون مسكرة فيها سكر او فيها حلوة كتير اسمها جالي جالي بيجين ويس جاي بتبتدي بحرف جاي طيب احنا متعودين دايما اللي الجالي بيكون لي على حسب الالوان بتاعته بس دايما اللي احنا منشوفه على طول majority في الاغلبية بيكون ليونه ريد لكن القدامي ده طبعا اللي هون green give me a word begin with j اديني كلمة begins with j بتبتدي بحرف جاي جاي جالي نشوف حاجة تانية برضو حاجة من السويت او حاجة من الدزيرت في ناس بعمل سانويتش او جام سانويتش يعني سانويتش اللي هو ساندويتش ساندويتش اللي ماما بتعملهولي في المدرسة بيكون من الجام بتعمله حاجة جام سانويتش يعني ساندويتش من الجام المرب طب الجام دي بتبتدي لو انا حطيت حرف جاي لو قالي مثلا تمرين وحطيت حرف جاي وحرف جاي وحرف الاي ورسمت صورة زي دي ادبار طبعا من المرب اوكي هتوصلها لي بايه هتوصلها بال جاي ولا الاي مثلا ولا الجاي طبعا الجاي الجاي جاكت انا لابسة دلوقت حاجة جاكت فاقول علي جاكت اوكي جاكت بتبتدي بحرف جاي يبقى تانية اقول معي جاي جاي يعني حرف الجاي الجاي زي ايه جام زي ايه اللي انا لابسها ده اسمه جاكت جاكت لو انا لابس طبعا اكيد بالبس في الشتاء او اي جاكت light يكون light او heavy بقول علي جاكت جاكت بجين وز جا بيبتدي بحرف جاي جاي نوط جي اوكي لو انا رسمتلك الجاكت ده وقولتلك ده الحاجة اللي علي دي بجين وز جي بتبتدي بجين زي جي ولا جاي بتبتدي بحرف جي ولا جاي اوكي هتقول لي لأ بتبتدي بحرف جاي الجاي اللي هو الجاي اللي هو جي مش جي طبعا جاي جاكت جاي جام اوكي جاي جالي يبقى تاني خدنا حاجات من الحلوة كتير بحرف جاي زي جالي جالي دي من دي زيرت يعني دي زيرت الحاجة اللي أنا بحلي بيها وحاجة بكلها بتكون سويت يعني سويت يعني بتكون الحلوة ما تكون ش صلتي يعني صلتي لحاجة ملحة صلتي بتكون الحاجة ملحة لكن حاجة سويت اللي هي حاجة المسكرة اللي هي زي جالي جالي تسويتي بيجين وز جي بتبتدي بحرف جي I like جالي اوكي I like جام انا بحب الجام I like جام جام بيجين وز بتبتدي بيجين زوز جاي ولا بي ولا سي بيجين وز جي يلا نشوف اللي قدامي what color is it لونها ايه لونها it is red لو انا قدامي دي طبعا اللون اللي حسب اللون اللي موجود عندي انا احنا عارفنا احنا كبيرنا خلاص بقى وعارفين الكلور كلها فبقول what color is it لون ايه ده it is red it is red يعني لونها احمر بجاي جام نشوف هو جايب لي ايه كلكم لحظوا معايا لانا ما غيرتش نطق الجاي خالص زي ما كنا منقول في الجي كنا منقوله جي وكنا منقوله جا لكن الجي ما بيتغيرش نطقها مهما جي حرف بعديها جات في الاول جات في النص جات في الاخر هي دايما تنطق جاي لكن الجيب تتغير نطقها على حسب احنا قلنا من شوية جيب جيب اللي هي العربية جيب العربية جيب اللي هي بتمشي في الصحراء can can move in the in sand أو on sand يعني sand اللي هو الرمل جيب جيب اللي هي العربية الجيب العربية الجيب ديت بيكون can move يعني move تقدر تتحرك أو can run تقدر تقري on sand يعني on sand في الرمل طيب بتبتدي بحرف اي الجي ولا الا ولا السي ولا الا ولا جاي طبعا جاي يبقى جاي جيب يلا نقول مع بعض خدنا كزا كلمة jolly خدنا ايه كمان jam خدنا jacket طيب دي حقول عليها اني افتكر مع بعض كده دي كنا بقول عليها هي ولا شي ولا it دي كنا منقول عليها ايه حد يفتكر معايا ينفع نقول عليها he is a jeep a jeep no she is a jeep no it is a jeep it is a jeep يعني عربية jeep اسمها jeep يبقى it is قلنا عليها it is it is عشان هي عربية واحدة وهي واحدة بس فقلت عليها it is it is jeep طيب what color is it اللي احنا شايفين شايفين لونها ايه ديت لونها red it is red يعني لونها احمر طيب خدنا حاجة كمان على jeep ديت expression can move on sand يعني بتقدر تمشي في sand sand اللي هو الرمل يبقى خدنا حاجات كتير جدا expressions موجودة على الحاجات اللي احنا خدناها زي what color is it what do you like اللي هو حرف الكاي شوفه بينطق بينطق كا كا عادي لكن لو جي بعضه بعده حرف ال H يتنطق خ حرف الخ يبقى لحسب اللي بعده بقى يبقى نشوف حاجات عليه لو هو جي في الاول في النص في اي في الاخر بيتنطق كا لكن لو جي بعده في ليه كذا حاجة لو جي بعده ال H ال H يتنطق حرف الخ يتغير تماما نطق نشوف هو جايب ايه خدنا من شوية الكلمة ديت اللي كان فيها حد يفتكر معايا كان فيها حاجة اسمها long i يعني long i يعني ال i اللي بتنطق i اسمها i كا 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 اسمها long i خدنا long i دي من شوية اللي هي خدنا كلمة كا في long i اسمها زي ايه بتنطق ال i في النص اسمها i اسمها long بدلك في المرحلة بتاعتك اسمها i تنطقها i زي كا زي ايه كمان bike طيب كا تبتدي بحرف الا الاول حرف ده اسمها انت لسه اللي هي فيها حرف طلغبطيني اللي في النص ده اسمه حرف i فقلنا عليه long وخدناها قبل كده لكن هي بتبتدي بحرف الايه تبتدي بحرف الكاي كاي كا كا قول معايا كا كا كاي اللي هي kite كاي kite kite اللي هو اللي هي الطيارة i can't play with it نقدر نلعب بيها اوكاي يبقى كاي kite نشوف ديت is it لو انا قلتلك عليها is it a toy يعني هي لعبة هتقول لي yes it is ايوه هي لعبة طبعا انا بقدر لعب بيها الكايت هي ما اصلا لعبة فاقول yes it is طيب قلنا عليها it عشان هي حاجة مفرد singular مفرد مفرد وبتاخد it is a kite طيب what color is it يلا look at it and say the color نبص عليها ونقول color with me لونها اللي هو ازرق في اصفر blue ازرق اللي هو light blue نوع الصف اللون اللي عندي يبقى kite kite it is a toy وbegin with k بتبتدي بحرف k k k اللي هو k kite ok نشوف بعد كده هو جايب لي ايه حاجة تانية المفتاح اللي انا بفتح بالشقة بتاعتي اي مفتاح puppy or dad بيفتح العربية بتاعته او اي حاجة اسمها k k اللي هو المفتاح نشوف تحد يقول اسمها key no k المفتاح what color is it لونه it is yellow يبقى احنا اخدنا حاجات كتير يا ولاد احنا اخدنا الحروف كلها اللي هو من اول a لغاية k هو نقول مع بعض a b c d e f g h i j k لغاية دلوقت احنا وصلنا لغاية الحرف اللي هو 11 11 هو حرف k وخدنا k kite و k اللي هي k اللي هو المفتاح وخدنا بعض الexpressions الموجودة اللي هي what color z اللي هو اللون a do you like هل تحب وخدنا كلمات جديدة زي كلمة vegetable اللي هو الخضروات وكلمة animal وخدنا الفرق بين حرف g و g اللي هو g بينطق بينطق حاكتين لو جي بعده حرف حرف ساكن بينطق اللي هو g okey جي بيتنطق g زي grab زي garden زي grass لو جي بعدها حرف متحرك وبعدها حرف ساكن بيتنطق g اللي هو زي giraffe زي giraffe حروف خدناها كتير ديت مع في alphabet في الفان english وخدنا expressions برضو اللي هي do you like ما ننساهاش وخدنا الحرف ال-a وال-an ال-a بيبتدي بنحطه قبل اي كلمة بتبتدي بحرف ساكن يعني حرف ساكن اي حرف غير الخامسة اللي احنا قلناهم ال-a ولا ال-o وال-i وال-u اي حرف غير دول اسمه ساكن اسمه consonant ساكن بحط الكلمة قبلها حرف ال-a لكن بتنتهي بيا بتبتدي بيا بحط حرف الان اتمنى لتكون الحلقة فدتكن النهاردة وان شاء الله تتابعونا في حلقة تانية اتبعونا وان تقول goodbye اتبعونا